ننتقل إلى الرياض مباشرة أستاذ ياسر بن أحمد المحلل المالي بشركة الرياض المالية ينضم إلي من هناك أهلا بك معنا سيد ياسر وعن نشوف مستويات أيضا جديدة يكسرها المؤشر السعودي عن 9582 بالتالي كسرنا مستوى 9700 و 9600 نقطة إلى أين يتجه المؤشر وكيف ترى الفرص بالسوق السعودي اليوم في البداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرحب بيك ورحب في الأخوة المشاهدين وأشكركم على استضافتكم نتحدث الآن عن تداولات السوق السعودي في هذه الفترة دعينا ننظر في بداية لهذا الأسبوع أو أسبوع الماضي بالأصح كيف كان وضع التداولات نشاهد أن السوق السعودي في أسبوع الماضي ارتفعت أو حقق مكاسب بقيمة 2.5% إذا ما شاهدنا الأسواق الناشئة في العالم نشاهد أنها جميعها كانت قد حققت ارتفاعات كبيرة تقودها طبعا أسهم أبوظبي ودبي الآن نتحدث عن السوق السعودي لوحده بمعزر عن الأسواق الأخرى السوق السعودي نشاهد أنه في الفترة الماضية كان يستجيب أو كان ما زال يقع تحت طائلة قرار دخول المستثمر الأجنبي يلقي بظلاله حتى هذه اللحظة لو تتبعنا الخبر هذا الذي أعلن عنه بتاريخ 16-4 الشهر الماضي نشاهد أن السوق بعد هذا الإعلان حتى اليوم ارتفع بنسبة 7% تقريبا بينما أن الإعلان الأساسي عن دخول المستثمر الأجنبي بعد السوق حقق ارتفاعات تصل إلى 15% تقريبا أي أن السوق في هذه الفترة بعد الإعلان الثاني حقق مكاسب بقيمة 7% على الرغم من أن هذا الخبر معلن ويفترض أن يكون قد تم احتسابه فبالتالي أعتقد أن السوق حقق قيم أعلى ربما من قيمه العادلة لذلك نشاهد هذه الانخفاضات التي تطال السوق هذا اليوم نعم أين الفرص أستاذ ياسر اليوم في ظل ترقب دخول المستثمر بشكل أساسي بيونيو القادم أو منتصف يونيو القادم أين ترى الفرص بالنسبة للمستثمر المحلي على الأقل اليوم طيب في البداية حينما تحدث عن المستثمر الأجنبي لا بد أن ندرك أن المستثمر الأجنبي الذي سيدخل إلى السوق السعودي سيكون على هيئة مؤسسات مالية لديها خبرة ودراية بالسوق فبالتالي هي لن تغامر وتضع استثماراتها في شركات أعلى من قيمتها أو تتداول عند أعلى من قيمتها العادلة هذا أولا بالنسبة لي أعتقد أنه وفقا لي في البداية مكررات الربحية الحالية للسوق السعودي والتي تعتبر مرتفعة نوعا ما حاليا السوق السعودي يتداول عند مكرر ربحية يبلغ 20.3 وأيضا مكرر ربحية مستقبلي لعام 2015 حتى نهاية العام يبلغ 16.5% أيضا عام مكرر ربحية مستقبلي للعام الذي يبلغ 14.4 حينما نقول مرتفع يجب أن نقارنه بشيء أنا أقارنه بأمرين أولا الأسواق في المنطقة نشاهد أن الأسواق في المنطقة تتداول عند قيم أقل من قيمة السوق السعودي سوق دبي مثلا سوق أبوظبي سوق الدوحة وحتى بعض الأسواق العالمية والأسواق الناشئة تتداول عند أقل من قيم السوق السعودي أولا ثانيا حينما نقارنه بمتوسط مكرر ربحية للسنوات الماضية متوسط مكرر ربحية للسنوات الماضية الأربع الماضية نشاهد أنه كان قريبا من 16.3% مقارنة بـ 20.3% أعتقد أن مكرر ربحية هذا مرتفع إذن السؤال أعود لسؤالك أين هي الفرص؟ في ظل هذا الارتفاع في القيم أولا ثانيا عدم الاستقرار في المنطقة الأوضاع الجيوسياسية أعتقد أن على المستثمر الآن التركيز على شركات العوائد لو نظرنا نجد أن هناك شركات ذات طابع التي يكون لها عوائد تقدم عوائد مجزية وركز على قطاع التأمين وفقا لتقديراتنا في الرياضة المالية وأيضا تقديرات المحللين لأربع عام 2015 نشاهد أن سبع شركات من شركات الإسمنت تقع في قمة الشركات التي ذات العوائد وهي شركة الشرقية إسمنت الشرقية إسمنت السعودية إسمنت القصيم وإسمنت العربية وأيضا إسمنت ينبع بالإضافة إلى إسمنت الجنوبية وإسمنت اليمامة هذه بالترتيب من الأعلى إلى الأقل العوائد في هذا القطاع تليها بعد ذلك شركة الرياض للتعمير إذن ثمان شركات هذه ذكرتها سبعة منها في قطاع الإسمنت إذن هناك فرص أو التركيز على شركات ذات العواعد في الأخص في قطاع السمنت أعتقد أنها فرصة مناسبة للاستثمار خلينا نتحدث شوي عن التغييرات التي تشهدها العديد من الشركات أستاذ ياسر وتحديدا الاستقالات يمكن بالأمس استمعنا بأن رئيس مجلس إدارة مبرد الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف قدم استقالته من مبرد سابقا رأينا الراشحي عملية التبديلات بالنسبة للمناصب اليوم هل يعطينا أي إشارة لعملية إعادة هيكلة حقيقية للشركات السعودية المدرجة بالسوق ما هي دلالاتها بالنسبة لأيكم بالنسبة للمستثمر أيضا أعتقد أن الدلالة الأولى هي التحديات التي تواجه الشركات حاليا فترة الماضية نشاهد عدة تحديات تطرأ على السوق السعودي بشكل خاص على أثر انخفاض سعار النفط هذا الأمر أدى إلى زيادة التحديات على الشركات بشكل عام أيضا الشركات المنافسة بعضها تحقق أرقام جيدة لذلك الشركات العاملة في القطاع نفسه تقارن نفسها فيها بالإضافة إلى أن بعض الشركات كان لديها منحنة إيجابي حدوث أي خلل في هذا المنحنة يعطي إشارات خطأ ربما لإدارة الشركة أو لمجلس الإدارة فتطرأ التغييرات وفقا لتقرير نشره موقع أرقام خلال الأشهر 16 الماضية شهدنا أكثر من 100 تغيير في رؤساء مجلس الإدارة أو أعضاء مجلس إدارة أو الرؤساء التنفيذيين منهم 71 استقالة كانت لأسباب شخصية هذه الأسباب الشخصية نقرأ من خلالها أيضا أن هناك تحديات تطرأ على إدارة الشركة إدارة الشركة بحاجة إلى مواجهتها بينما نرى أن هناك 29 استقالة طالت الرؤساء التنفيذيين أو رؤساء مجلس إدارة هذا الرقم أعتقد أنه رقم كبير نوعا ما في فترة محصورة لذلك أعتقد أن الفترات القادمة ستشهد ربما استقرار أكثر لكن دعينا نستثني أو نضع العين في البداية على قطاع التأمين قطاع التأمين كونه قطاع غير مستقر بشكل عام منذ أن أدرجت الشركات حتى الآن الشركات تواجه تحديات وعدم استقرار لذلك نشاهد عدد من الاستقالات في هذا القطاع لكن أنا عندي سؤال سيد ياسر عملية الاستقالات إلى أي مدى سنشوف فيها تغيرات برؤساء تنفيذيين أجانب استعدادا لدخول المستثمر الأجنبي والاستفادة بإدارة هذه الشركات من الخبرات الأجنبية المحلية على الأقل بالشركات السعودية عني عن المستوى الشخصي لا أعتقد أن هناك علاقة بين وضع رئيس تنفيذي أجنبي ودخول المستثمر أجنبي أمرين مفصلين هناك رؤساء تنفيذيون سعوديين لديهم قدرة ولديهم أيضا دراية وربما وضع الشركة في السعودية تتطلب أحيانا مدير تنفيذي من نفس البيئة أو رئيس تنفيذي من نفس البيئة يكون على دراية بتفاصيل العمل وأيضا على التحديات التي تواجهها في الداخل المملكة لذلك لا أعتقد أن هناك علاقة مباشرة بين رؤساء تنفيذيين الأجانب ودخول المستثمر الأجنبي ولكن دخول المستثمر الأجنبي الذي له حق التصويت سيضع مزيد من أعتقد التحديات على إدارة الشركات كأن المستثمر الأجنبي سيطمع إلى مزيد أولا من الوضوح في الأرقام للشركات بالإضافة إلى ذلك سيدخل المستثمر الأجنبي الذي ذكرت سابقا أنه مستثمر ذا طابع مؤسسي أي شركات كبيرة ستكون لديها ربما إضافة فرص استثمارية لدى الشركة أو تعديل في هيكلتها بشكل أو بآخر لكن هذا لا يعني في نهاية المطاف أن يكون رئيس تنفيذي أجنبي ربما أن يكون رئيس تنفيذي سعودي على خبرة وعلى دراية أكثر شكرا جزيلا لك سيد ياسر بن أحمد المحلل المالي بشركة الرياضة المالية كنت معي مباشرة من هناك